حكاية فقدان الوزن أو التخسيس أو الدايت هي حكاية عالمية مش حكاية مصرية ولا إقليمية العالم كله يعني جزء كبير منه بيراقب وزنه بيشوف إزاي يقدر يخلص من وزنه طبعا الناس كلها عايزة تلقى طريقة سهلة اللي هو أورس تاخده بالليل تقوم الصبح تلقى نفسك خاسس أو إنك تاكله ما تتخنش يعني دي طبعا من الأوهام العظيمة يعني أنا شخصيا لو كانت زيادة شوية تاني يوم في كيلو على طول عادي بيجي وفيه ناس تاكل كتير وما يجرل لاش حاجة والغريب إنك ممكن تقعد مثلا شهر تخس خمسة كيلو وبعدين ترجع تزيده في يوم يعني النزول بطيء جدا والرجوع سريع جدا ففيه ناس بتفكر طب نعمل إيه ونخلص إيه الحاجة اللي بقى تخلص بقى وتجيب من الآخر حكايتنا نكتجين من الآخر دي هي اللي حنتكلم فيه النهاردة معنا الدكتور خالد جودة أستاذ جراحات السمنة المفرطة طبعين شمس ومؤسس ورئيس الفخر الجمعية لمصاري جراحات السمنة المفرطة ألم بيك فندم معنا أيضا دكتور حسام تحسين استشاري جراحات تجميل طبق قصر عين ألم بيك فندم معنا الدكتور ياسمين لاشين الإخصائية التغذية العلاجية بالجامعة الأمريكية ومدرس الباثولوجي الجينات بالجامعة الألمانية بالقارئة ألم بيك فندم دكتور خالد في حاجة تحللنا الموضوع بقى من الآخر ما هو لازم حد أني موضوع السمنة المفرطة السمنة المفرطة إحنا العمليات هي العلاج الوحيد في العالم اللي ممكن يدي نزول دائم للوزن دائم للوزن إذا كنا بنتكلم أن المريض عنده سمنة مفرطة أربعين كيلو فلوزن مثالي هيجرب بطرق غير جراحية فقدان الوزن الفرصة أنه بعد خمس سنين يبقى لسه خاسس واحد بالألف صفر في المئة واحد في الألف لا الإرادة ولا البتاع الإرادة هتنجح المدى القصير وعشان كده لما مريض بيجي عنده وسنة 50 كيلو زيادة ويقول لي لا أنا مش هايزة عمل عملية هقول له أصلا نزول الوزن مش هو المشكلة إحنا ممكن نسجنك دخلك سجن وديلك 500 سوار في اليوم لحد ما تخس أول ما هتطلع هترجع تدخن تاني المشكلة مش إزاي خس المشكلة إزاي مرجعك شادخن فأنت بتقول لي أن أي حد عنده 40 كيلو فيما فوق ده لا يمكن هينفع معادة ضاية الطبيعي هينفع معادة ضاية للنزول في الوزن فرصة أنه يرجع عالية جدا فهو الحل للعملية فالعملية فالعملية تضمن أنه مايرجعش مش أي عملية ما أنت شفت الناس بيحكوا أنه ممكن تعمل العملية وترجع تدخن بعضيه حتى العمليات ليست ضمان لأن المريض هينزل ومايرجعش يدخن إذا مالتزمش المريض يعني إيه العملية مش ضمان يعني أنا نعمل عملية فيه ناس بتعمل عملية وبتدخن برضه فيه عمليات من اللي بتعمل اليومين دول بعد عشر سنين نسبة فشلها هتوصل تقريبا 90% أو 100% 90% أو 100% أنا بشوف ناس من اللي بتعمل سليف أيوة عرفهم يعني بيدخنوا تاني ده اللي بيحصل سليف دي عملية فيها قص استقصال لـ 90% أو المعدة طيب إزاي بيستقصل 90% من معده وبعد كده يرجع يعني بشوفه بينزل فعلا وشه بينزل جسمه بينزل كله بينزل ولكن بعد شوالي بيدخل إزاي بيجي من اللي معقول المعدة حضرتك دي عبارة عن أستيك أستيك معده بتوسع أي معده في الدنيا بتوسع مش فيه ناس بيعملوا ماتشات الأكل دي وبيقعد يوسع في معده ويوسع ماتش ويقول حتى لايم يروح يعمل ماتش يأكل ميت ساندويتش سجوء بيحصل مشوفهاش في الهوت دوكز والحاجات دي فيه كمبيتيشن فيه كمبيتيف إيتن الناس بتوسع معدتها لدرجة أنها بتملع بطن كلها يعني المعدة دي بعد ما تتقص فالمعدة اللي تقص بتكبر تاني؟ هتكبر تاني والله الدكتور عملها ديئ هتاخد لها 3-4 سنة على ما توسع عملها واسح 6 أشهر سنة على ما توسع بس هتوسع هتوسع وللأسف لازم الناس تعرف كلاما هارجع لحضرتك تاني دكتور حسين هو التجميل ليه دور في أن أنا خس؟ التجميل المفروض ليه دور في أن يكون شكلك كويس شكلك كويس عملياتنا عمليات شايبينج كونتورينج يكون شكلك حلو الشكل الكويس وشكل حلو هو أكبر موتيفاشن إن كنت ما ترجعش تدخن تاني بس تطور العلم بقى وطرقنا في اللايبوس أكشن بكميات كبيرة قدرنا نشفط كميات كبيرة اللي هو شفت الدهور قدرنا نشفط كميات كبيرة تقدر تتعدل عشرين لتر عشرين لتر دول يعني كم كيلو يعني عشرين لتر دول يعني عشرين خمسة و عشرين لتر خمستاشر كيلو تقريبا أطلع من عمليات نازل خمستاشر كيلو مع كمان بس تاني عمليات جراحة التجميل مش عمليات لتخفيض الوزن هي عمليات لتحسين الشكل أيو أغلب الناس مثلا عنده كرش بتاع عنده لو الدهون متمركزة في أماكن معينة عمليات شفت الدهون بالكميات الكبيرة أو الميجا لايبوس أكشن أو اللاش فوليوم لايبوس أكشن اللي هو شفت الدهون بكميات كبيرة حيبقى فاكتف لو كانت في أماكن متركزة مش جنرال أوبيزيتي مش في كل حتة في جسمه لأ دي متركزة ببطنه وسطه ودهره ودرعاته في رجليها بس فهي حتى لو كانت كبيرة حتى لو فيها كميات كبيرة من الدهنة حنشيلها بس حتدي نتيجة لو كانت بس حتدي نتيجة ده اللي بيقول عين نحت الطرق الجديدة بقى النحت الجسم والنحت الجسم عالي التحديد والنحت الديناميكي والعجاد دي كلها إضافة خطوط فنية لجسم الراجل أو السف يا سلام يعني بقى عندي السيكس باك أولله أبا شبه كده شوز نجر وكده إضافة خطوط فنية لأ لأ بجد بجد لأ حقيقي 100% أحمد الثقة وعمر ديابو كده أه في في التحول يعني جايز ده محتاج دراسة فعلا الإنسان مش متعود على التحول المفاجئ يعني لازم يتحول ببطقة لكن لما ما بين يوم وليلة تصحى تلاقي نفسك جسمك حلو وموشوق وشكل عضلاتك داية يوم وليلة يعني بين يوم وليلة وخلال أسبوع أسبوعين لحد ما الواضع يأخذ شكله لا يعني معنش دي واحد يعني أنا شخصيا عمر قديم لو جتلك وعملتلي الشفت دا وال مش الشفت هنشوف طبيعة الجلد عاملة زايد يعني هتعمل لي حاجة هشوف حاجة هنزبط بين يوم وليلة يعني تاني يوم الصبح هتلاقي فاكت تاني يوم الصبح والحد ما الجسم يرجع تاني لطبيعته تاني يوم الصبح تاني يوم الصبح هتلاقي فاكت قوي جدا تاني يوم الصبح هتلاقي شكل جسمك حلوة وهياخد عبال ما شوية التورمات الخفيفة والحاجات دي تروح تاخد لها من أسبوعين لشهر يعني هتبقى سعيد دا تحول نحن معنا صور على الشاشة اه دي بعض الصور بتبين ازاي دا الراجل اللي عنده سيكس باكت دا حقيق حقيق اه على تربست العمليات وهو اللي كان عنده الكرش دا وهو اللي كان عنده الكرش دا دا كان مثال يعني اللي هو ازاي ان احنا نقدر نحوله دا برضو بص دخين ازاي يا عمري اه دا كرش كرش اه يعني دكتور خالد بي قولنا دا راجل يعني بس شوف على تربست سمنة مفرطة سمنة مفرطة جدا ولكن نقدر نوصله برضو دا برضو حتى للناس اللي عندهم دهون يعني دي متوسطة يعني 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 اه كرش مدايق يعني راي مش عايزي معنده كرش عايزي يروح الساحل شكله كويس فورمة الساحل دا برضو تراهل في الجلد يعني اختيار العيان بشكل جيد برضو شوف حضرتك دهون كتيرة جدا تراكز دهون كلها يعني في البطن في الصدر في الضهر في الجناب وهو عطبست عمليات فيه سيكس باكس وعضلات صدر بينه ومنحوط يعني احنا بنتكلمش دا الراجل دا لسه ما خرجش ما خرجش الكلام دا على طرابست العمليات الكلمة بقى اللي انا عايزي اقولها الحضرت هو المفتاح الدافع التحفيز احنا زي ما دكتور خالد بي كان بيقول لي من شوية كنا بنتكلم بيقول احنا ما بنعملش ما بنعملش جراحة لفيلم اشع احنا بنعمل جراحة لبني ادم فبالتالي التعامل مع الانسان كاشوف واشوف حالته النفسية هل هو او هي موتيفيتد ان اوف ان انا عمل عملية دي ولا لا هو دا النجاح في العملية بتاعتي الاختيار انا مش كل الناس التخان لو عملت لهم نفس العملية حينجحوا لا حسب الجسم والسن الاختيار الاختيار نفسيا احنا بنعالج نفسية مش بنعالج جسم مش شكل فلو يعني اول سؤال مثلا فيه حد بيسألني يعني انا لو رجعت ادخل تاني يا دكتور بيقولوا الدون حتتوزع في مكان تاني ده على طول ينقص عندي نمرتين يعني بس بسؤال يعني طبيعي بس برضو مش الشخص الموتيفيتد انا عايز انا عايز الواحد هو عايز يحفظ هو عايز يعمل دا ويحفظ عنه مش يرجع يأكل ويحفظ بالظبط يأكل ويحفظ ويأكل انا عايز واحد جاي يقول لي انا هو انا امتى حنزل الجيم بعد ما تعمل عملية يعني انت عايز اي حد تديله بداية دفعة قوية جدا ويحافظ عليها ويكمل عليها بيت مش ان هو جاي انك تنزله عشان ما يقدر يأكل برحته ده ما عملوش انا من نوع اللي عايز يأكل برحته ما عملوش عملية اللي هو عايز يأكل برحته دكتورة ياسمين ده معناه انهيار موضوع التخزيه ده والكلام ده لا خالص بالعكس اطلاقا لا هو يعني طبعا دكتور خالد استاذنا يعني بس ده that's the team that's the right thing يعني فيه لفل معين عند الابيزتي لا انا مش هادر اعمل فيه حاجة يعني مثلا لهو وصل لوزن معين وعنده مشاكل زي السكر زي مشاكل ووزن كبير قوي لازم يعمل برياتريك سيرجي ولو عمل برياتريك سيرجي ونزل وزن كتير اللي عمليات تكميم الماء دور التحويل التحويل المسائل العمليات حينزل بعد ما هينزل هتلاقي عنده جلده ترهرت وتركم دهون لازم هيعمل تجميل ما هو اي شيء فيهم هيبقى مدايهم هو وزنه زيادة قوي وعنده مشاكل صحية قبل ما يبقى عنده مشاكل صحية مفهود انه يخس وزنه زياد وعنده مشاكل صحية وعد دلمة معين المفهود هيعمل عمليات تخسيس يعني انت عايز بتقوليه دلوقتي انه انتو في الطب بقى جي مرحلة من الجسم ماينفعش فيها ضايت في مرحلة معينة طبعا لانه بقى بياخد سايد ايفاكس بتاعت وزنه العالي يعني ماينفعش مثلا لا يعني حضرتك كنا زمان نروح للدكتورة بتاع التغذية تقولك ما تاكلش كذا ما تاكلش مكارونة ما تاكلش عيش هو مش ماينفعش فيها ضايت هي حالة العيان صعبة او العيان التدى يجينه مشاكل كتيرة قوي فانا ما ادرش اتنى عليه ليه اعمل فيه كده بس كمان برضو العمليات هي لها حالات ممكن متعملش فيها العملية يعني اكوردنج بقى للجراح مثلا الجراح لانه عنده مثلا فاتي ليفر عالي قوي ممكن تعمل سايد ايفاكس على العملية لو هخص مرة واحدة ففيه جراحين مثلا بيفوضوا بيقولوا لا دهن عالكبد دهن عالكبد دهن عالكبد عالي قوي طبعا دكتور خاتحركة تقدر تقول الكلام ده افضل مني ده او طبعا ففيه ناس لازم يعمله ضايت ومنهم مش عملية لو ما عمله ضايت وفيه ناس يعني ما هو حالك الكلام تصبح حسام ان انت لازم يبقى العيان متحفة متحمس انا النهاردة جالي عيان مش مستعد يساعدني طبعا انا لما عمله عملية مش هساعدني وهيبقى واضح فلازم من الاول يبقى ده يخش في الساكل لازم يعمل سنة ضايت ويفشل يبقى يجيلي انما لو هو من سنة لو هو من النسبة هو هنفشل بعد الشهر لو هو لها ان السنة فيه حالات بتبقى جاية باين عليها انه الدايت هيتطول معاك قوي وهتزهق من نصه وهيجيلك ريباوند والوزن عالي جدا والاعراض الجنبية فيش فائد يعني يعني انا شايفك اه يعني حاجبت تقولي لي ان انت وصلتوا دلوقتي انه فيه ناس ما تنفعش تعمل ضايت ما قلتش ما تنفعش تعمل ضايت هي يعني كل شخص مختلف عن التاني في حالات نفس الحالة هي هي بنفس الوزن بتلاقي الضايت ماشي معاهم وحالات تانية بس اقول دكتور بيقول ان اللي بيعمل ضايت ده بيرجع تاني لا مين الوزن بتاع سمنة المرضية اللي فوق ال40 كيلو فورز متساري بس لا احنا مش هنعمب ويتلوس انه مايرجعهمش بعد خمس سنين ايه دي الصعوبة انا فاهم يعني كل سنة بيغيروا الوزن المثالي دايما كانوا يقولوا لي الطول ويطرح منه ومش عارف ايه وشين منه عشرة معادلة البي ام اي اه لها معادلة فدلوقتي طوله مثلا 185 سنتي مثلا دلوقتي وزنه المثالي لازم يبقى 80 كيلو لا ما ده مش ملاش رقم يعني بيقولك فيه سمول فريم وميديم فريم وهي ليه هرينج اللي وزنه طوله 185 مفروض يبقى من 80 ل 90 على حسب البلت وعلى حسب العظم اللي عنده على حسب العضلات يعني فيه طرق كتيرة جدا ان انا اقيس بيها معدل السمنة وقدر اقول ان دوت يعني عنده سمنة سمنة مرضية البي ماء احدها اللي هو الوزن بكيلو جرام على مربع الطول بالمتر ده يديني رقم معين ورقم معين ده يحطي العيان في الكاتيجوري معين عنده سمنة من اني نوع بس وجود الحاجة الاهم بقى البرسنت افات في جسمي قد ايه هو ده الاهم انا لو عندي سمنة وجيت لحضرتك انا اللي احسن اروح اعمل التكميم والقص واللزق والحوادد دي واللي اعمل التحويل واللي اعمل النحت احنا بقى حضرتك جمعتنا عشان عملت يعني احسن عيادة احسن عيادة هي كده عيادة البادي كنتورينج لازم يكون فيها برياتريك سرجن بلاستيك سرجن دياتيشن وممكن سايكايترست كمان معنا طبيب نفسي اه وسبورس ادفايزر فيها ريادة كمان اه ازاي هياخده بعد كده هيعلمه ايه انا معانديش ريادة معانديش ريادة لا انا لازم يحبش ريادة لازم الناس دي تتلمى مع بعضها عشان احنا طبيا عندنا نفس المعلومات الطبية اللي تخليني ابعت للدكتور خالد بيه الحالة او دكتور خالد بعد ما يعمل عملية والجسم يتراهل يروح باعت للحسام الحالة عشان يشدد له الجلد او يجي له واحد ما يستهلش انه يعمله برياتريك سيجري يروح باعته له حسام علشان يعمله ليبوسكشن او بادي كونتورينج وفي جميع الاحوال الدكتورة يا سمين مغطية علينا كله ايه الفرق بين الشفت وبين البادي كونتورينج لا الشفت ده بقى الكلام القديم بتاع زمان اللي هو كل اللي انا هعمله ان انا حقل الفوليوم بتاع الدهون في الحتة دي الوادي كونتورينج ان انا اخد بقى الجسم كلوحة فنية من فوق لترسمه كلو على بعضه السلام اه اه ترسم كلو على بعضه بستات وررجال ده بتعام في مصر الجلم ده احنا مصر ممكن نبقى نتكلم عن الموضوع ده ان احنا بقينا رواد في العالم خلاص في العالم في الميدل ايست بالزات بس على الاول من بتعامل في مصر دي احنا اللي دخلنا البرياتريك سيجري ده في الشفقة اوصل احنا اللي عملنا الاف الحالات ده احنا مصر احنا الناس بتجلنا عشان المشاكل والعملات اللي اتعاملت بيتمرة واللي بتاعنا بنصلح احنا ده احنا حاجة كبيرة اوى يعني ما للناس اللي في التقرير اللي عاد بتتكلم يقولك سمعت واحد صاحبي عمل العملية بتاعة السليف ايه ومات ومش عارف ايه ومات دي نتكلم فيها حضرتك احنا عملياتنا لها نسبة مضعفات ونسبة المضعفات دي بتحصل بنشخصها بنعالج ومش مفروض ان حد يحصل له مضعفات بالمنظر اللي هو ايه مضعفات سمعت السريب لما بتحصل بنشخصها وبنعالج المريض المشكلة الحقيقية في مصر النهاردة ان ابتدى يبقى فيه مراكز بتعمل شغل اقل من المزبوط احنا حادثة زي كل حاجة احنا التكلفة بتاعة العملية في مسالكتها عالية جدا 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 فلجأ بعض الاطباء للأسف عشان يزودوا المكسب ان هم بيستعملوا الدباسة مستعملة الدباسة سينجيليوز استعمل مرة واحدة يستعمل دباسة مستعملة وياخدوا غيارات متهربة مش عارف مين ايه وياخدوا اليد فالكاست في حد بيستخدم دباسة بعد استخدامها ايه فنم كله مش تثير فبعد كده لما بتحصل المضعفات لما يبقى فيه جراح بيعمل بالمنظر ده وبيعمل ماس بروتكشن وبقى سعار رخيصة وبيعمل لعشرين حالة في اليوم هل الجراح ده لما يحصل عند مريض ومضعفات هبعنده وقت اصلا يشوفه فالطب للأسف في بعض المراكز بيمارس بطرق غير قدمية طب ليه انا اروح لحضرتك وما روحش للدكتور حسام ده قرار حضرتك مايش هينفع ان انا اقول كل واحد روح هنا اروح هنا ده قرار احنا فيه حاجة اسمها مالتي ديسل فلانري تيم ان احنا بيبقى فريق بيشترك في تخز القرار قالتك النهاردة مشكلتك ان الوزن وزنك كام انت محتاج راحة سمنة ولا محتاج ترجاع التجميل ولا مش محتاج تغلص ولا محتاج دايت ولا مش محتاج تعمل اي حاجة فلما بيبقى فيه كازا بروفشنال يعني لو حالتك لو رحت للدكتور بيعمل فقط شافت دهون بتاع زمان طرح حسام بيقول عليه هتقول له والله انا عندي وانده بقى اسمه بتاع زمان دلوقتي شافت الدهون ما هو الراجل بيقول انه هو بيعمل بودي كونتورين وبيعمل الارت فهو الموضوع اختلف شوية فالفكرة بقى انك لو رحت له وهو ما بيعملش يعمل زي شافت الدهون هتروح يمين هتروح شمال هعمل لك شافت الدهون طب في الوضع بتاع حضرتك انا الافضل كان زمان البلونة دي اللي اختراها وبعدين دلوقتي الاسليف هو الاهم حاجة مين قال كلام ده بس جبته منين كلام البلونة دي حضرتك طلعت سنة التسعين عملنا ابحاث قاررنا انك تعمل البلونة وتاخد ضايت او ضايت بس مفيش فرق اختفت من العالم ورجعت تاني سنة 2000 لان الشركات حضرتك لازم تفهمه ان مكاسب الشركات بتجب حقائق الطبية نزل التاني لا بس البلونة دي كانت موضة واحد يا فعندما ما زالت موضة ليه عملية سهلة وبسيطة ومفيش مئة مشاكل هل تعلم ان في امريكا في خمس حالات عمل البلونة ماتوا يعني العملية سهلة والبسيط حضرتك انا 80% من شغلي دلوقتي بقى اريدوه الناس تروح تعمل عمليات وتفشل تعمل البلونة وتفشل اكبر معده شفتها في حياتي مادة البلونة وده اللي ما بتقلش المريض مريض غلبان بيروح يركب البلونة يعني البلونة دي غلط غلط هي مش بس ملاش قيمة هي في بعض الأحيان مضرة لان حدث ده البلونة دي براكتس عادي الناس بتتكلم فيها عادي ليه بقى لان انت 50% من الناس عندهم سمنة كله عايز يخس فبنبتدي الأول نعمل دايت وبعد يطلع عينه وبعد يشوف عشاب بالزبنة وبيحط بلونة 3-6 شهور في معدته بيبتدي المعدة كان بيشبع برغيف لما بيجي يشيلها بيشبع باربعة ترغيف ده بيدخن يعني فهذا المريض بيبقى أساسا مش قادر يعمل كنترول على كمية الأكل بيأكل هي لها استعملات محدودة دا وانا عندي مريض وزنه 500 كيلو وحاسس ان انا في خطورة عليه في التخدير من العملية او حطط له بلونة ينزل 100 كيلو يبقى الخطورة أقل وبعد ما تجي عمله العملية هشيله وعمل له عملية فهي دي ممكن استعملها لها هذا الاندكيش انما استعملها كده اوبن واي حد وهشيل بلونة وحط بلونة ده مش مظهور دكتور ياسمين لسه الناس بتجيلك وتعملل الورقة دي الفطار كذا ربع الرغيف مش عارف ايه الدهرية بتاع التفاح الخضرة الممرة اللطيفة دي ده لسه او لا ايه النظام الجديد دلوقتي لا النظام الجديد دلوقتي مبين شخص لشخص يعني مبدئيا انا فيه تحليل لازم اطلوبها كطبيب يعني فيه الترا ساونز مثلا لازم اطلوبها فيه حاجات معينة عشان افرق بين واحد لواحد يعني مثلا ممكن تجيلي مريضة اللي عندها اكياس عم بيض دي بطريقة الدايت بتاعتها مختلفة خالص مثلا عن واحد هايبرتنسف عن حد سليم تماما ما عندوش مشاكل عن حد عنده كوليستيرول عالي فهي طبعا فرق انا مش انا هدفي مش شخص يخص ويربع هدفي ان بني قدم يكون صحي يعني صحيته مزبوطة فما قدرش اعالجه من سمنة او اخسسه شوية لعشرين كيلو مثلا اللي انا بخصصهم وهو يعي مني او اجنور حاجة عنده تاني فطبعا هي فرق من شخص لشخص احنا يعني عندي في العيادة احنا ما فيش حاجة اسمها ورق الدايت بتخد دي خد دي بالنقي لأ هو الايميل يعني زمان مثلا كان في موضة الاتكنز وبعدين في ساوس بيتش وبعدين في حاجات كتيرة جدا في حاجات كتيرة جدا بس هو كل شخص بيتبعتنه على الايميل بتاعه والدايت تاني يوم الصبح ما فيش حاجة اسمها اخد الورقة دي لانه كده كل واحد زي بعضه انا ده السيستم عندي لا هو على حسب الشخص دوت واللي عانى منه الاسبوع اللي فات وقت الدايت الفترة اللي فاتت على حسب تغييرات حصل يعني لست بيتبعتنجح اه الحمد لله بس انا عايز اقوله على حاجة ما انفعش حد يقول لي هو ممكن اخسس من بطني بس واسيب الباقي كده ديني ضايت بس بيخسس معرفش ايه وبيتخل معرفش ايه او بيخسس او يخسسني من غير ما يخسس فيش او يبضل حل اه يعني دي ما فيش حاجة اسمها كده يعني ما فيش اي طلب كده هو ليها رولز معينة المريض وصل لمرحلة معينة لازم يتعمل له تكميم سليف تخسير طب ايه احدى سحاجة في الضايت دلوقتي الغذاء يعني حلفي تماما يعني يعني مثلا الحد اللي بيقع عنده مثلا توليسيستيك أوبري دوت بيمشي على الفيجتيريا نهيل جدا وامكن ياخد معها اسمك ده ريسبونس عادي حلو جدا فكرة الباليو ان احنا نرجع للحاجة اللي هي نان بروسس دي لنا ببميل لها اكتر زي ما ربنا خلقها اللي هي غير يعني غير مصنعة على قد ما نقدر طبعا هي صعبة مش هنقدر ننفذها من يوم في المية بس على قد ما قدر يعني بمعنى اصح وربنا خلق لينا مثلا اللحمة وخلق لينا المية والنار يعني بتحط في المية تسلق بتحط على يعني على قد ما قدر بحاول اروح للنان تروسس دي لان كل ما زاد التصنيع بس طبعا همش هقدر يمشي عليها كده مدى الحياة ولا 100% ولا مية تبقى كده سؤال مش فهمه هو ليه الانسان يقعد في شهر ينزل 5 كيلو او 7 كيلو ويزادهم في يوم ونص يبقى هو خاسب رياه غلط هو خاسب رياه غلط تماما عشان كده الميزان اللي هو بيوريلك هو ميزان ده مش اكيريت مش مش مزبوط 100% مية في المية ولكن الميزان بيديني علامة كده هو عندك قد ايه عضلات قد ايه دهون قد ايه مايا في الجسم شوية يعني لما تيجي خاسس 2 كيلو 2 كيلو دول ايه شوية مية ولا مية زائد عضلات ولا دهون لما بنخس دهون بنحاول نثبت العضلات او نزودها او يبقى خسارة العضلات بسيطة شوية بالمقارنة لخسارة الدهون اللي عنده لا يمكن ما قدرش اقول لا يمكن بس النسبة ضئيلة جدا بيرجع بس برضو مش اي عيان العيان اللي عنده 20-25 كيلو زياد اكتر من كده بيبقى الموضوع اصعب كتير حول على طول حول على طول دكتورنا لأي مدى ممكن الواحد يرتد او يرد تاني بعد ما بيعمل عملية التجميل لحاجة بتعمل هذه يعني انا على حداتك جيت عملتلي شفت او نحت و لأي مدى ممكن العملية دي اتخن تاني يعني انا بدور على الحاجة اللي ما اتخنش بعدها تاني كله بيعتمد على الاختيار المزبوط للعيان او انا بسلمش يعني الحالة بتاعتنا اللي هي جاية تعمل يعني يحسن من حياته وشكله ونفسيته بانه يعمل حاجة عندنا الحاجة التانية الفولو اوب بتاعنا عليه يعني احنا مش بنعمل عملية ونسيبه احنا بنقعد يعني فترة معينة نعمله جلسات مساجه وعليك طبيعي بعد كده نمشي على نظام غذائي بعد كده نسلمه لحد يدخله الجيم ويمرانه ويبتده يديله سبليمنتيشن للرياضة كده انا اضمن ان نسبت ان حد يرجع يدخن تاني او يبوز العملية بتاعته تاني غير كمان فيه ستايلست بتاعه ممكن تقعد معاه وتقول لها بتلبسي ازاي وانه شكل جسمك الجديد بيعمل ايه انا يعني حالك تخيل ان كده كنت ماليان بعد جده خستيت فجأة دخلت محل بقيت بتلبس ودوم سلم فت وبيده اللي حلوة بتقفل عليك وبقى شكلك جميل جدا ممكن ترجع تاني احنا عايزين نقلل الاحتمالية دي بان انا keep you motivated او keep you motivated منسين التعليق انا على الكامل دكتورة هي الموضوع سهل وستريت فوروود الكراش دايت والحاجات اللي الناس بتعملها دي هي دي اللي بتخليك تنزل ستة كيلو وترجع تنزل ستة كيلو في الوزن وترجعهم تاني بعدها ترجعهم عشر تنزل ده في شهر وترجعهم عشر في اسبوع نسبة الدهون لنسبة العضلات قدي ايه في الجسم كل ما ازود الريشو بتاعت العضلات وقلل لنسبة الدهون مش مجرد وازن لا لا العضلات بتزيد كمان بالاكل مش لازم بس برياض الاكل والهرمونات هرمونات جسمك الرجالة اليومين دول الفاست فود والفراخ 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 فيها بعض الحاجات يعني فيها هرمونات والصايا والبرجر والحاجات دي كلها بيتقلل تسستيرون بتقلل تسستيرون سستيرون ده بيحرق بالضبط تسستيرون ده هو المسؤول عن المصر الماس ومسؤول عن العضلات اه فانا دايما دب ويه اللي يبني العضلات ايه الاكل الاكل بروتين بس مش بروتين لوحده لو انا مشيت عيان على هاي بروتين دايت او شخص على هاي بروتين دايت بس من غير اي حاجة تانية وما بتديتش حط له نشويات ولو حتى في صورة فاكهة العضلات بتاعته مش هتتبني بمنتهى البساطة البروتين هي الوحدة اللي بتبني العضلة طب هتبني منين هتجيب مصدر طاقة منين فلازم شوية نشويات اللي هي ممكن تبقى في صورة فاكهة او في صورة نشويات صحية لكن مقدرش اللي ماشي نشويات الصحية دي فانا زي الشوفان مثلا ده من النشويات الصحية مش السيريالز اللي بشتراطة لا 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 نخترن عشان قبل موقتنا فيه اختراع جديد بسمينه كشكشة المعدة ايه كشكشة المعدة كشكشة المعدة دي كانت العملية بتتعامل بالمنزار عشان تبقى شبه قص المعدة بيقلبوا المعدة على بعضها بالمنزار والعملية حيابك ناكحة وبعدين ابتدوا دلوقتي يعملوها بالمنزار من الفم مش منزار جراحي فبتالت تطلع تاني لها شعبال الناس كثير قوي يقول لك نحن مش عايزين نعمل عملية بالجراحة فالحقيقة حاجة لسه في طور التجارب بس يعني ما نتوقعش انها هتبقى صاروخ يعني يكون بلا بس هتساعد نسبة معينة من المرضى انها ممكن ينزله في الوزن انها ما مش هتبقى هي العملية السائدة احنا لازم عشان تبقى فيها عملية سائدة لازم نعمل فيها تعديلات تضمن ان المريض مرجعش يسمعن بعد كده عشان كده احنا بنعمل عملات فيها تعديلات كتير تضمن ان العين ان ينزلوا مرجعش يتخمتان انتو يعني مشكورين دكتور خالد ودكتور حسام قرروا كل واحد فيكو حياخد عدد من الحالات لغير القادرين اللي عندهم يعني سمنة مفرطة فاي حد يعني هنا عندنا كل دكتور واخد خمس ست حالات فاي حد محتاج يعمل ده يتصل في الكنترول وهم يتفضلوا مشكورين مشكوركو شكرا جزيلا انه اي حد هيحتاج يعمل الكلام ده والدكتور ياسمين عامل العشرين واحد برضو ضايت فيبعتلنا بس على الفيسبوك اهو قدامنا اهو التواصل معانا في الفيسبوك يبعتلنا ولو عدد كبير هنعمل عليه سحب وحضراتكو طبعا تكلفة هذه العمليات مرتفعة جدا فيعني انهم مشكورين هيعملوها لنا مجانا يعني انا بشكركم شكرا جزيلا لو في نصيحة واحدة في اخر الحلقة كل واحد يقولها تفدف نصيحة واحدة نصيحة واحدة نصيحة واحدة عشان ما تتخنش ولا علشان ولا علشان نصيحة عشان ما تتخنش اه اه الرياضة الرياضة اه ودايق هدومك دايق هدومك اه عشان لو 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 تخلت صوية دايق هدومك والبس اه خلي هدومك كده دي نصيحة حلوة دكتور ياسمين افكر في صحيته دايق حب نفسه لو حب نفسه لا يفكر في صحيته لا يحب نفسه لا يحب نفسه أكثر من الأكل أنا نزحتي للغلابة اللي بيروح يعمل العمليات في المراكز النص ونص دي لما عندهش إمكانيات، إحنا في الجامعة عندنا كل حاجة للمسالكات جديدة في طب عن شمس عندنا أكبر مركز جراحة سمنة في الشرق أوسط أنا عرفت أن دروها تبقى فيه في مستشفيات كتير حكومية أماكن لجراحة السمنة المفرطة عندنا أكبر اسم جراحة سمنة المفرطة في الشرق أوسط عند محمود متيني وعندنا 32 عضو هاي التدريس طور محمود كانت ترخير وخلى العمليات حاجة state of the art ملاش حل فإحنا فخورين بالدميرداج للوقتي والعمليات بتعمل هناك بأجر رمزي أو مجاناً بس مضمون أن كل حاجة جديدة ما بتستعملش مرتين إذا كان هيدفع مركز مبلغ إليه دباسة مرة واحدة دباسة مرة واحدة كل مستلجات مرة واحدة عملية آدمية إحنا بنعمل العملية في الجامعة بطريقة آدمية وبتريباً من نفس التكلفة اللي بيروح يتفعها بك أو مجاناً أنا بشكركم شكراً جزيلاً إن شاء الله الناس تعرف دلوقتي معلومات زي يقدروا يفقدوا وزنهم شكراً جزيلاً أنا وسهلاً بشكرككم شكراً جزيلاً الفقرة القادمة آخر حكاية وحكاية غنائية المطرب السعودي رامي عبدالله وحيكون معنا المايستور بنين موجي رامي كان ضيف دار الأوبرا في مهرجان دار الأوبرا اللي شغاله من دول وهو مهرجان ناجح جداً ونعمل أغنية عن مصر والسعودية وحيغنلنا شوية أغاني ترابية قديمة بنختم هذه الحلقة مع بعض الغناء الجميل نطلع فصل إعلاني ونرجع تاني حكاية غنائية في نهاية البرنامج أرجوكم ابقوا معنا اشتركوا في القناة